السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مهندس حسام من قناة حسام ميرا دياب بإذن الله ما وعدنا النهاردة في حل امتحان محافظة الوادي الجديد جبر اللي الطلاب اللي امتحانوه النهاردة بتاريخ سبعة ستة. كالعادة لو عايز نسخة من الامتحان في سيغل بدي اف هتلاقي الجروب الخاصة بي على الفيسبوك. وقبل كل اسألة هسأل لك صورة السؤال وانا كاتب لك الامتحان كله عشان تكون في غناء عن الامتحان لو انت من بره المحافظة وتستفيد اكبر استفادة ان شاء الله. لو اول مرة تشوفني اشترك في القناة وفعل زر الجرس. وانت تضغط لايك وتشاري الفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من اصحابه. تعال نسمي باسم الله وخلينا نبتدي. السؤال الاول هو تلت زائد ست. والله عندك طرقتين. اما بالالة الحاسبة هيديك نص على طول. اما تواحد المقام بستة. ستة على تلاتة فقل اثنين. اثنين فقل واحد باتنين. ستة على ستة فقل واحد زائد واحد. يبقى تلاتة على ستة اللي هي بنص. اذا كان باق جيم تربيع بيساوي اتناشر باق جيم بيساوي ستة فان جيم بكم? كل اللي اعمله هاقسم باق جيم تربيع على باق جيم. الباق تروح مع الباق جيم تربيع على الجيم هيساوي اتناشر على ستة. هتساوي اتنين يبقى الجيم بتاعتي باتنين. مستطيل محيطه تلاتين سنطي وعرضه خمسة صمت فان طوله كل اللي هعمله هقص بالمحيط على اتنين يبقى خمستاشر هيسابق خمسة زائد الطول الطول اللي يباش مهان ده سيبقى خمستاشر بنقاس خمسة هيبقى عشرة صمت مت لان محيط المستطيع للطول زائد العرض الكل في اتنين بقول لي اذا كان الف جزء من باق واحتمال الف باتنين من عشرة احتمال باق ستة من عشرة فاحتمال الف اتحاد باق هو الوقت الف جزء من باق يبقى احتمال الاتحاد يدين احتمال الكبير اللي هو لمباء? طيب لمباء بيكان بستة من عشر. مجموعة اصفر الدلدال دل حيث escalon سين تساوي سين زائد واحد يبقى سين زائد واحد تساوي صفر يبقى سين تساوي سالب واحد يبقى اصفر الدالة بتاعته هي المجموعة سالب واحد. ازا كان منحنا الدلد حيث دلدال سين تساوي سين تربعة Civ يعقى سين زائد ثلاثة يقطع محور السنات في النقطةين تلاتة وصفر وواحد وصفر ف guessed حل المعادلة ده لسين تساوي صفر هي النقاط بتاع السين اللي الصب صفر ونقطتين دول فيهم الصب صفر يبقى مجموعة الحل هي تلاتة واحد او واحد وثلاثة واحدة من الاتنين السؤال التانية مش مهندس عايز مجموعة الحل في حفحة والله يدون معادلتين الدرجة اولى يبقى سين زي الصاد يساوي عشرة سين الصاد يساوي اربعة هقول له بالجمع الساد بصمع الموجة بصاد سين وسين اتنين سين عشرة واربعة اربعتاشر يقسم على الاتنين يبقى سين بسبعة عوض في المعادلة الاولا يبقى سبعة ساوى عشرة يبقى الصاد السوى عشرة السبعة تساوي تلاتة يبقى مجموعة الحل زغوض مرتب جوه كس مجموعة لما سين بسبعة الساوى بتلاتة يبقى تلاتة وسبعة عشرة سبع واحد تلاتة يساوي اربعة فانت كده اسحله في الص amar السؤال التاني يقول لي باستخدام القانون العام ة enhg اعز مجموعة الحل بتاع المعادلة ده والله 그다음에 على فكرة قبل ما مستخدم القانون عام تعال نعرف ان ديه بتتحلل هي تنفع تتحلل اه في بعض يتحلل وفي لا سين وسين الاخير موجة والاشرطين شفاء بعض رفع النص ستة اتنين في تلاتة ومجموعهم خمسة يبقى السين باتنين ويه السين بتلاتة فانت او انت بتحلل دي مش لازمة يعني دي مش يحتاجها منك في الامتحان هو عايز بالقانون العام بس انا بقول لك عشان تتأكد هنا السين باتنين والسين بكام بتلاتة يبقى اطلع على اطلع لاتنين وتلاتة تعال ابقى لنقص القنون هنا الالف بكم الالف بوهد البقى بسالب خمسه الجيم بستة السين سالب بقى موجة بقى بسالب جزر بقى تاربها ناقص اربعة ألف على اتنين ألف سالب بموجة بقي بخمسة موجة بقي بسالب جزر بقى تاربها بخمسة وعشرين ناقص اربعة في واحد في اتنين يبقى ناقص تمانية كل ده على اتنين ألف ي кам fractions الالف اليها بكام الجيم بستة zero الجيم بستة اربعة في واحد يبقى ناقص اربعة وعشرين خمسة على اتنين الف اللي هي اتنين في واحد يبقى باتنين يبقى تساوي خمسة بموجب او سالم جزر واحد اللي هو بواحد على الاتنين فاخد اول مرة يبقى خمسة زائد واحد على الاتنين وتانى مرة خمسة ناقص واحد على الاتنين خمسة زائد واحد ستة على الاتنين فالتلاتة خمسة ناقص واحد اربعة اربعة على الاتنين فالاتنين يبقى مجموعة الحل بتاعتي قص مجموعة تلاتة واثنين. زي ما احنا طلعنا في الاول. السؤال التالت معادلة درجة اولى معادلة درجة تانية. عايز مجموعة الحل بتاعتهم برضو في حا في حا. طيب. اول واحدة دي هنا السين تساوي الصاد. هعود في المعادلة التانية. هشيل الصاد وحط سين. يبقى السين في سين يساوي تسعة. يعني سين تربية تساوي تسعة. يعني السين تساوي موجب او سالب تلاتة. لما السين بموجب سالب تلاتة هيبقى الصاد برضو موجب بسالب تلاتة. لانها تسويها. تبقى مجموعة الحل قص مجموعة بعدين قصين فترات. لما السن بتلاتة صاب بتلاتة. ولما السن بسالب تلاتة الصاب بسالب تلاتة. تمام. السؤال الرابع بقى بيقول لي ازا كان مجال الدلة نون سين سين نص واحد على سين تربية نقص ألف سين زائد تسعة. هو حفر التلاتة عايز تقيمة الف. طيب لما تبع المجال يبقى سين تربية نقص ألف سين زائد تسعة بيساوي صفر. عند ده سين تساوي تلاتة هشيل السين وحط تلاتة يبقى تسعة نقص تلاتة الف زائد تسعة بيساوي سفر هواد السين التلاتة هيبقى تنوجة بتلاتة الف هيساوي تسعة وتسعة تمانتاشر هيس مع التلاتة هيبقى الالف بيساوي ستة عايز قيمة نون واحد نون واحد هشيل السين وحط واحد يبقى ناقص واحد واحد على قولنا السين بواحد يبقى واحد تربيع ناقص الالف بستة زائد تسعة ايا كان الرقم اللي في المقام واحد ناقص واحد صفر. صفر على اي رقم بيساوي صفر. ويبقى الدالة دي بتاعتي نون واحد تساوي صفر. تمام? السؤال الرابع باش مهندس بيقول لي نون سين عايزها فيه ابسط صورة مبينا المجال. تمام? قادي نون سين تساوي. ده باش مهندس فرق من مجعبين. ناقص اتنين ربعة الاول. سين تربية اعكس الاشارة. رابهم في بعض. الاخير موجة. ده يتحلل. سين ويسين واحدة موجة بواحدة سالب عشان اخير سالب. الكبير تلاتة الصغير اتنين في سين زائد تلاتة ما تتحللش. وده برضو مش هيتحلش. هقول له المجال هو حفر. السالب تلاتة والاتنين يبقى نون سين تساوي. اختصر دي هتروح مع دي. دي هتروح مع دي. دي هتروح مع دي. يبقى في الاخر نون سين تساوي واحد. السؤال اللي بعد عش مهندس. نون سين عايز نون قسي سالب واحد سين. في ابسط صورة عايز بالمجال. نون قسي سالب واحد سين. وزي ما بقول دي ما ممكن تقلب الاول عادي جدا. ممكن تقلب عادي جدا. فهنقلب. بيبقى سين تربية ناقص تلاتة سين زائد اتنين. سين تربية ناقص اتنين سين. هنحلل. سين ناقص اتنين في سين ناقص واحد عشان معهم تلاتة. من هنا السين عمل مشترك. هابدل سين ناقص اتنين. المجال. هفرق اصفال البسط والمقام. اتنين وواحد. والسين تدي لصفر ودي هتدي لاتنين بس كده بتاني. بعد كده هاختصر. دي هتروح مع دي. بقى يفضل سين ناقص واحد على السين. خاصة بش مهندس. كده المسألة خلاصة. السؤال اللي بعده برضو بيقول لي عايز نون في افسط صورة واعين المجال. نون سين. دي مش هتتحل. سين على سين ناقص اربعة. ناقص. ساخد الاربعة من مشترك. هيفضل سين زائد اربعة. عالم. دي هتتحلل الفارق ما بين مكعبين. اه مربعين سين وسين مجاب وسالب والستاشر اربعة في اربعة. هقول له المجال هفرق. الاربعة والسالب اربعة. وما كررش. يبقى نون سين هتساوي. دي هتروح مع دي. يبقى يفضل سين على سين ناقص اربعة ناقص. اربعة على سين ناقص اربعة. المقام بتوحد بسنة يقص اربعة ويفضل البسط سيد مع اصار بها يبقى سنة تساوي باحت. السؤال اللي باش مؤندس الخامس بقى سؤال احسار والسؤال الاخير. بيقول لي معايا شكل فين عايز احتمال طب الف فيه كم عنصر اتنين. هنما كلهم كام? خمسة. أحدين تلاتة اربعة خمسة هيبقى احتمال الف ويساوي اتنين على خمسة. عاية احتمال بقى المكملة فهيجيب له احتمال بقى الاول احتمال بقى يفاة كم عنصرين اتنين على خمسة يبقى احتمال باق مكملة واحد ناقص احتمال باق يبقى يساوي تلاتة على خمسة بيقول اللي عايز احتمال الف تقاطع باق هم المشتركين في عنصر واحد يبقى واحد على خمسة بكده يا باش مهندس يبقى خلصنا امتحان محافظة الوقت الجديد امتحان سهل جدا ومصيد جدا وكله برضو من النمازج والاسئلة مباشرة لو قبل مرة شوفني اشترك في القناة فعب زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد بازن الله كان معك مهندس فساهم من قناة فساهم راضيات وشكرا